ايام منظمة حظر الكيميائي معدودة اذا لم يتم اصلاح العيوب الناجمة عن قرار توسيع صلاحياتها جاء هذا التحذير عن لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد تبني منظمة حظر الاسحة الكيميائية مشروع القرار البريطاني الذي يمنحها صلاحيات تحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي مشاددا في الوقت نفسه ان هذا القرار خطير للغاية موضحا انه اذا لم يتم التراجع عنه ستحرم المنظمة بالضبط من طابعها العالمي وفي حديث الى القناة الرابعة البريطانية قال عميد الدبلوماسي الروسية ان المنظمة تعرضت اثناء مؤتمرها الطارئ الاخير لتلاعبين سافر حيث صادق اعضاؤها على مشروع القرار البريطاني الذي يمنحها صلاحيات اجراء تحقيقات جنائية وقانونية ولفت الافروف الى ان التقرير الصادر عن آلية تحقيق المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حاضر الاسحة الكيميائية يستخدم كثيرا عبارات مثلا على الارجح ويمكن الافتراض مضيفا ان موسكو ناشدت ممثلين منظمة تسليم اي معلومات موثوقة بها متوفرة لديهم الى مجلس الامن دولي لكنهم رفضوا هذه الدعوة مشددا في الوقت نفسه على ان روسيا تحاول اصلاح الوضع لان القرار النهائي بخصوص توسيع صلاحيات المنظمة يعود الى المؤتمر الدوري لدول اعضائها المزمع عقده في نوفمبر بدورها شددت خارجية نظام السوري في بيان لها على ان كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا استغلت اساليب الابتزاز والتهديد في المؤتمر الطارئ للمنظمة واعتبرت الخارجية ان القرار يتناقض مع احكام اتفاقية حظر الاسيحة الكيميائية ويشكل سابقة خطرة في النظام الدولي بسبب اعطاء منظمة تقنية معنية بمسائل علمية وفنية صلاحيات اجراء تحقيقات جنائية وقانونية ليست ضمن اختصاصها اشتركوا في القناة